اشتركوا في القناة اتمنى ان احنا ربنا قدرنا ونعرف نعرف ده المحافظة كويس النهاردة ان شاء الله المحافظة ديها كم كبير من المشروعات نصيب مهم في التنمية ومشروع محور تنمية قناة السويس فلو صورة كده سريعا يعني اللي بيحصل على الارض نصيب اسمه عليها ايه شوف اقول لي حضرتك هو الاول القضية او القصة بدأت من اول انا اتكلفت بمهمة ان انا حلفت اليمين مع رئيس وتوليت مهم محافظة الاسماعيلية كان في فبراير 2015 انا رحت الاسماعيلية لقيت حالة في الاسماعيلية الحالة كانت عبارة عن النساء الرئيس في 2014 اعلن من على ارض الاسماعيلية بدء مشروع حفر قناة السويس الجديدة الحالة دي كانت عبارة عن شكل جديد للمواطن المصري على مختلف فئاته يمكن أنا ثالث يوم بالضبط من وصولي خدت يوم كامل جولة مع سات اللواء المحترم اللواء كامل ونزير من أول يوم لآخره مررني على كل القطاعات اللي فيها أعمال خاصة بحال في القناة السويس أنا من فترة أنا موجود في المحلات بقى لي فترة طويل كان في حالة دخلت عندنا كلنا إن إحنا عندنا فقد للصخة في العامل المصري في مختلف توجهاته لدرجة كان نال بتنظر دايما تقول العامل المصري والموظف المصري ما بنشغلش أكتر من 27 دقيقة في اليوم وتقريبا بدأنا نفقد الصخة في إن إحنا عندنا حالي أنا من روحت بقى لي إسماعيلية شفت مصريين تشتقل بيرايحه 27 دقيقة في اليوم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ده وجه من العملة الوجه الآخر اللي لا يقلقها معنى الوجه الأول أن هناك إرادة فلازية عند الكادة السياسية فإن هذه الرؤية تنفس دي فجرت أنهار طاقات داخل المواطن المصري اتفرجت بقى على قصص يمكن لغاية ده لقتي لم توثق بشكل كامل جوه هذا العمل الضخم اللي بتعمل اتفرجت على عمل منظم جدا فرجت على ناس لا تعرف غير العمل اللي 24 ساعة ثلاث ورديات بس الإدارة صحة برضو إدارة منظمة بشكل لا يوصف لأن الناس واخد الموضوع بالجدية فهمينهم ومطلوب منهم وبالتالي بينفزهم بالجدية الحاجة الجميلة كمان إن الناس بتاخد حقوقها بيعمل وفي نفس الوقت بيأخد حقه كامل المشروعات القومية اللي تم تنفيذها على أرض الإسماعيلية بشكل رائع زي ما حضرتك أشارت فيه المجموعة الأنفاق اللي بدأ العمل فيها فورا هذه الأنفاق عبارة عن مجموعة أنفاق نفاقين بيتعملوا في شمال الإسماعيلية بيعادلهم نفاقين آخرين جنوب برسعيد بعد ما المكان وصلوا الحجم العمل والإنجاز اللي تم داخل هذه المنظومة من العمل بأيدي مصرية كاملة بنسبة 100% زي الإسماعيلية الجديدة دلوقتي احنا معنا الأنفاق هي على الشاشة بإذن الله تعالى هنعبر منها إلى سينة إمتى؟ خلال هذا العام إن شاء الله أنا بتكلم مع حضرتك انت شايف دلوقتي المنظر اللي انت شوفته ده احنا عبرنا فعلا من الأنفاق ودي كانت حاجة أجريبية بقى عبر المكروبصات بتاع زيارة الصلاة الرئيس الأخيرة ومع سمو الأمير الملك محمد بن سلمان في زيارة الأخيرة ديت عبرنا من الغرب للشرق فعلا فعلا عبرنا يعني نزلنا من فتحة النفاق غربا في مدينة الإسماعيلية وعبرنا وطلعنا النحاة التانية عند مدينة الإسماعيلية الجديدة انت واحنا عايزين احنا كمان معنا كمان بنت الشعب ده ده فورا نصنل لا 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 يعني انت فعلا هتفتتح لا أنا عارف حاجة أقول لحباك ما يحدث الآن في مجموعة الأنفاق هو الجزء المتبقي من استكمال المرافق بتاع النفاق الشكل النهائي المداخل والمخارج وعلا عايزين الوبنا هو نصد ايه ان نرسل بقى الطريق والهوايات والهوايات اه بنيبقى مخارج الطوارق مخارج مخارج الطوارق اه اه بتسنجفهم بس نش كنت اقول لها بك بالدأكيد كنت اقول لها اقفى بتسنجفهم يعني كنت اقول لها بصطلحيني بزبط يعني ماشي بزبط 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 بزبطه ومخارجه وبواباته الكلام ده كله ان شاء الله هو ده اللي حيستغرف في الوقت المتبخي اه من الموضوع ده وبالتالي ان شاء الله في 2018 حيكون ده اه ان احنا نعبر اجور كامل من هذه الانفاق على الجانب الاخر اه 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 لو حضراتكم اه 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 نسترجع اه الصورة بتاع سات الريز يوم ما كفتتح قنات السويس الجديدة اه اه كانت المنصة شرق اه اه القنات الجديدة اه على الشاطئ الشرقي من قناتين سويس اه وكانت المنطقة بالكاميرات بالمصورة الخلفية لسات الريز عبارة عن المساحة من قدمة السحراء اه 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 كاملة ده وثيقة بتقول يوم 6 8 2015 خمستاشر ده شكل المنطقة اللي كانت خلف المنصة الآن خلف هذه المنصة تحديدا توجد مدينة شبه كاملة على أرض سينة في هذه المنطقة في طريقنا ان احنا نصل الى 52 ألف وحدة سكنية مدينة اسماعيلية الجديدة يعني موقحة هتكون اللي كانت خلف المنصة وقت فتاح قناة السويس الجديد خلف المنصة مباشرة اللي افتتح منها قناة السويس الجديدة. الكاميرات وهي بتصور. جابت الصحة. جابت المنطقة. اه. دي وصير. اه. 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 المنظر مختلف. اه. لا دي ده حاجة خاصة. لا دي حاجة تانية. اه. لكن نرجع للمدينة. لا هنرجع له دي ستة المخفز. لكن مهم بس نقف عند مدينة الاسمالية الجديدة. ايه. دي هتكون بقى يعني مدينة متكاملة. متكاملة. اه. اه. بوحدات سكنية. اه. اه. برضو هل هيكون فيه مسلا حاجات خدمية. يعني قلنا بقوا على مساحة قد ايه. اه. هو الاول هي عبارة عن اه اه اربع احياء. اه. 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 كل حي بيشتمل على خدماته متكاملة. تمام. اه. اه. الحي الاول انتهى بشكل كامل بخدماته بمرافقه بشوارعه بالانارة العامة بتاعته بكل حاجة. هذه المدينة بتردي كل الازواق. مين اللي هيتسكن فيها? اه. موناليسك وتعرض دعليستك. اه. بطول دي كل الازواق. يعني عنا عندنا اه امراض. اه وحدات سكنية. اه للشباب. اه اللي هي في حدود الميت متر اللي بتعادل الاسكان الاجتماعي. اه. عندنا شواء فاخرة. اه من مئة وتلاتين لغاية اه متين اه واربعين متر اه دي. ايه. اصر اكبر شاية. اصر اكبر شاية. اصر اكبر شاية. ايه السورة. اخر وهو مستوى هي دي بقى. اه. اه. ده دي مدينة الاسماعيلية الجديدة. ده ده الشكل اللي. طب والله بعض الكمباونز اللي واحد بيشوفها في الاسماعيلية. اه. 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 عندنا منطقة فيلل. اه اه. للاسكان الفاخر موجودة في هذا الموضوع. اه. هذه المدينة مزودة باكبر نادي رياضي اجتماعي تم اكتتاعه فعلا. وحاليا بيتلقى رواده ومريديه. الان. اه. الان بيعمل. اه. 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 هذه المدينة كان مميزة فيها كمان ان هي متوافقة مع اكود زول الاحتياجات الخاصة. بالكامل. اه. 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 مدينة ارصفة. شوارع. مداخل الامارات. اه. مداخل شؤة. حتى حماماتها. اه. لو فيه حد من زول احتياجات الخاصة من اللي حيبقوا موجودين جوه هذه المدينة. حيتعامل مع هذه المدينة بمنتهى اليسر والسهولة. وده كان من ضمن التوجهات الاساسية في الاشتراطات البنائية اللي اهلها سيارة الرئيس مع بداية ما 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 اعلننا بدء انشاء هذه المدينة. المدينة اه 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 احنا في انتظار استكمال باقي. هي مفترة. اه. اه. العمل بيجري في بقية الاربع حيات. هي كم مرحلة يا فانجن معلش? على كم مرحلة يعني. اه احنا بتشغل اه. كده المرحلة الاولى خلصت. المرحلة الاولى خلصت. اه. الممكن بقية المراحل هتبقى مرحلة واحدة. اه. مخاطط تخلص في قد ايه? واللي بتكلم عنه حداك خلص في وقت. مرحلة الاولى خلصت. اه. في قد ايه وقت? اه. اه. خدت سنتين. اه. احنا بنتكلم. احنا احنا بنتكلم في خمستاشر احنا بدأنا في اكتوبر الفين وخمستاشر. احنا بنتكلم في اكتوبر الفين وسبعتاشر كان الحي الاول اكتمن وخد شكل النهائي. احنا حاليا العمل على قدم وساخ في المدينة في بقية الاحياء نسبة التنفيذة عالية جدا في اماكن تسخلص بقى مع الانفاء. اه ان شاء الله. اه. يعني انا بنقول مع الانفاء هيبقى عندنا استخدام لها زي المدينة. كنا سمعنا زمان في حاجة اسمها وادي التكنولوجيا. ايوة. دي لسه موجود? اه موجود. ده كله لغيته. وايوة. وادي التكنولوجيا. وادي التكنولوجيا ده ساتك مشروع. اه قديم. اه عمره يصل الى حوالي تونتاشر سنة. هو تعصر. تعصر تماما. اه انا ما جيت لقيت ان المشروع ده تقريبا كان نصور عليه في توقيته. حوالي 100 مليون جنيه. واو. اه اه وده لاعداد وتجهيز المنطقة العجلة بالنسبة له وتزويده بالخدمات. اه هذا المشروع لما سات رئيس خد قرار بانشاء ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية لتنمية نحو القناة السويس. واه. اه صدر القرار الجمهوري. اه تلتمية وتلاتين لالفين وخمستاشر بانشاء هزي المنطقة اه المنطقة الاقتصادية. اه. شمل اربع مناطق صناعية وست مواني. بيجمالي حوالي ربمائة وستين. ست مواني. اه اه اه. اده حتوفين دول. ما هو حقول لحضرتك هي المنطقة الاقتصادية بتشمل نحو القناة السويس بالكامل. اه. اه الاربع مناطق صناعية منطقة اللي هي كنسات الرئيس فيها اه من ايام اللي هي منطقة شارق برسعين. اه. اللي هي شارق التفريع. اه. دي منطقة صناعية وعيدة جدا. اه. وسط رئيس تفقد العمل اللي بيعمل فيها. اه. عمل ضخم جدا. اه. وعند انا في الاسماعيلية اتنين منطقة من الاربعة. المنطقة ودي التكنولوجيزية اللي ساتك اشرت اليها. اه. من ضمن مناطق المنطقة الاقتصادية. اه. ومنطقة اسمها من منطقة الامطارة غرب الصناعية. ودي شمال اسماعيلية بحوالي خمستاشر كيلو. على تلات تلف فدات. اه. في منطقة اخرى جنوب غرب خليج السويس. في منطقة العين السخنة. وخليج السويس. اه. دي المنطقة الرابعة. الست مواني بيقى طبعا ساتك عليكم. اللي هو شرق وغرب وبرسعيد. اه. والعريش. والطور. اه. ومينة السخنة. ومينة الادبية. اه. ومينة الطور. ست مواني. دول دول. الدولة تانية. اه. نظلم الدولة تانية. اه. هو دي افنم رمانة نزان التنمية او او الدفع الاقتصادية القادمة لمصر. اه. المنطقة دي افنم هي قاطرة تنمية مصر القادمة. ده بالله محالة. اه. ما هو مخطط لها. هو ما ينفذ الآن. وما تم تنفيذه فعلا. ست الرئيس متابعه باللحظة. اه. هو اساسا متخططة ان هي تشد تقتل الاقتصاد المصري. لان هي. هي كده فعل. منطقة دكتور اه 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 هارم اوي في الاستفادة منها. اولا هي منطقة غير مكررة في العالم. اه احنا موقع ما بين ملتقى قرات. اه اه على 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 القناة اللي بتصل بين بين بحرين وبين شرق و و و غرب العالم. احنا البوابة الاساسية والفعلية لافريقيا. كل ده كان يستدعي ان هي عمل هذا التخطيط الرائع. وانا بقلت تسانتك تبديت كلامي. ان ان كلمة السر في اللي بيحصل في مصر كلها. ان بقى في مصر رؤية متضحة المعالم. كل اللي بيشتغل دلوقتي. كلنا كده موجودين في مواقعنا عارفين. الرؤية بتاعتنا واضحة اوي. و ملامحة باينة اوي. لو بتكملوا بعض. والادوار مميينة. اي اي اي. فبقى عارق بقى معروف انه بس فيه ارادة في التنفيذ. والارادة موجودة. ارادة ارادة فجازية كمان اللي موجودة دلوقتي. فانا بقى بتكلم حضرتك ان احنا بيه 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 نصيبنا من المناطق الصناعية منطقتين. احدهم منطقة ودي التكنوليش. ودي التكنوليش دي يا فندم على سبعتاشر الف الدول. نفاحها اوي. واضاف اليها قيمة عالية جدا انشاء مدينة اسماعيلية الجديدة. لان مدينة اسماعيلية الجديدة على مسافة خمسة كيلو بالزبط من هزي المنطقة. فتتخيل معايا يا فندم ان انت بتعمل منطقة صناعية بهذه الضخامة. وبهذا الهزير. الناس رح تسكن فيها. ويكون. اتقبل كافة انواع المشروعات على ارضها. على ارض سينة بالمناسبة احنا بنتكلم. اه. المنطقة. جاملة على ارض سينة. في المحن. الاسماعيلية الجديدة هي الحقيقة اه. 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 مدينة اسياوية. اه. طب هنا هنا يساة المحافظة واحد بتكلم ان فيه رؤية متكاملة واحنا عارفين بناعمل ايه وليه ومخطط ايه للموضوع او للمنطقة. هنا بيتكلم على فرس عمل. اه. استثمارات محلية واجنبية بتقدر بكام اشتغلنا عليها اه اه سوقنا وروجنا للمنطقة دي وهذا يبتكلم على حاجات صناعية وحاجات خدمية ومواني فبتكلم برضو على انه اه الناس برا تبقى عارفة وكون بتكلم معهم او مسوق نفسي اه طبعا هو انا عايز اقول ليست بالنسبة للبند الخاص بموضوع فرص العمل فاحنا عندنا محورين محور فرص عمل تم تدبرها فعلا تمام من خلال فرص عمل مباشرة اه الناس اللي شغلت دلوقتي دلوقتي كل المشروعات دي يا فندم شغلت بالاف العمالة اه على اكتاف مصريين بنسبة مية في المية اه كلها كانت اه طاقات معطلة اه بقت بيوت مفتوحة وبقى شباب اه بدأ يدخل دخل وبقى اه اه وقته كله مستنفذ في عمله الاف الاف اه كتيبة عمل بتعبر يوميا بوسائل العبر مختلفة بين شرف وغرب المحافظة وعلى طول المحور اه لانجاز هذا الشكل الرائع من التنمية الشاملة اللي موجودة على مستوى المحور وخصوصها على ارض الاسماعيل اه انا بتكلم بقى ان احنا كل ده واحنا بنجهز المنية التحتية وبنأسس اه المناخ اللي هو بتاع الفرص الوعدة فعلا اللي احنا بنتكلم تبقى للمخطط اللي موجود اه المخطط اللي ارد على الساعة الارضة المخطط انا بنخطط حتى مليون فرصة عمل في هذه المنطقة طبعا المليون دول مش بتوع ابناء ما تلت محافظات احنا محافظات مش كسيفة السكان اه محافظات اه عندنا مزيت ان سكانها اه نسبيا معتدل النسبة بالنسبة اه بايزا احنا بنستهدف كل ما هو موجود في ابناء الوادي وابناء الوطن المكدسين جوه الوادي ان شاء الله امالهم القادم هيبقى في اتجاهنا اه وفي اتجاه سينة تحديدا وفي اتجاه كل هذه المشروعات مشروعات دي يا فضل لما نكلم على اربع مناطق صناعية فيها مناطق ضخمة ومشروعات ملاقة اه كل اللي دي الاشتراطات الاساسية في التعامل مع اه من يتقدم بذكرات تفاهم ان تكون العمالة مصرية يبقى اذا احنا بنقسس دلوقتي لفرص العمل قضية الواحدة اللي فضلة هي هل احنا شبابنا حاليا بيعد نفسه بيؤهل انه يبقى لائق لسوق العمل طب نخلي السؤال ده ونحاول نجاوب عليه بعد الفاصل لانه لازم يكون في دور برضو علينا احنا لانه اذا كان غير مؤهل انا خليه مؤهل ازاي ازاي ادربه ازاي خلي المصانع بعد الفاصل سات الوقت ياسين طاهر محافظ اسماعيلية نستكمل نقاشنا ونشوف ايه اللي بيحصل على الارض اسماعيلية ويه المشاريع اللي بتتمهنه سات الوقت ياسين طاهر محافظ اسماعيلية مشرفنا والحديث لم ينقطع الحية حتى اسناء الفاصل بنتكلم ونحاول نفهم اكتر يعني تنمية سينة وعلاقتها بالمشاريع اللي بتتم على ارض اسماعيلية وعلى ارض بورسعيد نتكلم على شرق اسماعيلية شرق بورسعيد اداليا اه بنتكلم ان هم تابع اسماعيلية بورسعيد لكن امتداد الجغرافي هم فعليا سينة سيابة المحافظ كنا بتكلم على انه منوفر فرص عمل في استثمارات لكن الشباب العمالة لو كانت غير مدربة ازاي ان انا اهلها اه سواء الموجود دلوقتي او المنتظر بعد كده كمان انا بقى يعني اه دي القضية اللي انا كنت طرحتها قبل الفاصل وقلت لحضرتك هي دي القضية اللي احنا المفروض اه تبقى في موضع اهتمامنا الفترة ديت عشان تتناسب اه اه الطقات الموجودة في شبابنا مع الفرص العمل اللي جاي اه احنا حاليا انا فقدم اه عاملين اه اه في الاسماعيلية جهاز تشغيل شباب اه اه فاعل جدا في المحافظة الاسماعيلية اه يمكن حاليا من خلال هذا الجهاز احنا دبرنا فرص عمل لحوالي اربعة تلاف وتممية شاب حاليا موجودين في اماكنهم وفي مصانعهم وفي الاماكن اللي تم تدبرة اه 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 عدد كبير منهم اه ما تحصلش على فرصة العمل بتاعته الا ان اعيد تأهيله من خلال ضوارات تدريبية وهي بتتم يا اما بامكانيات خاصة ببعض الاجهزة التنفيذية اللي موجودة معاها في محافظة زي القوى العاملة وبعض الاماكن الخاصة بالتعليم الفني في وزارة التربية والتعليم اه 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 اجهات الطالبة للعمل بتبقى اساسا عندها استعداد تتدرب وتعد وتؤهل عشان يجي لها اساسا اه في المنطقة الاقتصادية اللي هو اه بتشغل برئاسة سادة الفريق اه مهاب احد المحاول الاساسية اللي بيتم مراعطة الان في التعامل مع كبار المستثمرين ان حضرتك من ضوط اللي احنا بنطلبها منك ان يكون هناك ما يسمى بمراكز تدريب وتأهيل لشبابنا في المناطق المختلفة هاي المراكز هتعمل اعداد لكل الطالبين لفرص العمل واعدادهم بهذا الشكل للشباب اه اه ده بالنظر كانو حضرتكم احسنا كان فيه غلطة واحدة فيها فترات سابقة اهلا وهو اللي بيقول لك ايه اه اه تكنولوجيا جايلك المفتاح شغل عربية ودور ولا انت تعرف تشغل يعني متعرفش بتصنعها ولا تصيامها ولا تصنع بحاجة من مكوناتها فهذاك النهاردة بتقوله لأ هتيجي تعمل مشروع عندي انت عليك مسؤولية لفدرب لي شوات مهندسين شوات مقاولين شوات عمال والاخر وبحيس ان احنا بتنقل المعرفة صحيح صحيح هو ده كلام وده اللي بيتعمل دلوقتي ويمكن اقرب مركز هيتم انشاءه في المنطقة الاختصالح يبقى في المنطقة السخنة لصالح الثلاث محافظات قناة السويسوي لإسماعيلية وبورسعين لإعادة تأهيل شبابنا للحصول على فرص العمل المتاحة ايه بقى السمك الحلو الصحي اللي بيلعبها ده احد المشروعات القومية ده دي او وده خلاص ستراشت ستراشت السمك ده انتو شاريين من دوميات ده بولتي ولا السمك ده ريحته كده ما راعد هنا شمه ليه اسمع ليه احلى سمك يا باطل السمك ده فعلا من اول انواع السمك لانو ده دنيس وقارو اه بنتكلم على مزرعة استزرع سمكي سمكي هي الاضخم تقريبا في مصر او في المنطقة على اربع تلاف الدم دي اكبر من بتاعة البورولوس ولا اه هي باستكمالها بقت اكبر من اللي اتعمل اه لو اضيفت مراحل في بورولوس ممكن يقولين قد بعض لكن اعنا بديتكلم على ان دي مزرعة استزرع اربع تلاف في حط سمك اه بتنتج انواعها متعددة من السمك هي حاليا الانتاج بتاعها بدأ ينزل الاسواق ومتواجد في الاسواق قال ليلة السعر؟ شاف الانتاج بتاعها اساسا قال ليلة السعر؟ نعرف انه؟ قال ليلة السعر شويه؟ اه طبعا في الاصناف دي السعر تسيطر عليه هي اصناف جيدة جدا فالسعر بقى معقول معقول طبعا يعني حتى لو كان هيزيد فمش هيزيد لا مش هيزيد لا سيطر عليه لاني سمك جيد وبقى متواجد بوفرة في السوق بشكل راحة طبعا بنتكلم يا فندم على فوق حوالي 3500 فرصة عمل مباشرة موجودة حاليا من ابنائنا اللي بيعملوا في هذين ميهنا موجودين فهو دلوقتي المشروع سيطر رئيسي ده وتعليمات بانه يبقى شركة تدار باسلوب اقتصادي وحاليا تم قدرتك احنا بس بنتكلم على مشروع متكامل ان في تصنيع تعبئة يعني التجميع اه قالوا مرة انه علف الاسماك بنستورده بنستورده فعلك لازم نعمل مصانع تنتج علف الاسماك حاليا بيتشغل مصنع على طبع من موضوع ما كنا بنيس هلقي علاقة السمك بالدولار لما دولار رئيسي قالك اصلحنا بالعرف اللي بنأكله الاسماك حد يقول ان دولة على بحرين وفيها كل هذين المجاري المائية وكان يبقى السمك احد مشاكلها مثلا في السمك فكل ما يتم سواء تطهير وحالة التأهيل اللي بيتم لهم بحرط المنزلة مشاريع لاستزراع السمك الضخمة اللي بتتعمل دلوقتي ان شاء الله في مشاريع لتطوير اساطيل الصيد والاستفادة من كل الشواطئ ما انت كمان يا سات المحافظ بتعالج من خلالها برضو الهجرة غير الشرعية ومركب الصيد واللي كانت بتترو اقول لك احنا مش لاقي فيه هنا سامك بطلع 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 لي بقى ده فرص العمل جاءت موجودة ايوه سحيح فده كان احد الزيارات المهمة جدا لانبياء سات الرئيس للمحافظة وافتتح هزين وافتتح على مرحلتين المرحلة اولى وبعدين نضم المرحلة التانية والتالتة مع معا وافتتحت المرحلتين في اخر زيارة امباسة الرئيس الاستزراع السمك طيب الحمد لله خير يا رب بالخير طيب احنا عندنا كان موضوع كده برضو ان حضراتكم بشكل او باخر فيه سحارة بتعمل تحت قناة السويس باين عشان تزرعوا حاجات وحاجات زي كده ايه وانا اصلا فاهم صح ولا محافظة التفاهل صح اا 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 يعني هو الموضوع عبارة عن ان كان عندنا ترعه اسمها ترع السرابيوم بتعبر مياه النيل من غرب القناة لشارع القناة اه اا اا ازما حافظنا قناة السويس الجديدة كان يجب ان تعبر هزيه الترعه من تحت قناة السويس فبدأنا نعمل لها مرموعة سحرات وتوسعها لهذه الدرعة سحرات دي عبارة عن زي أنفاء نفس فكرة الأنفاء بتتعمل من خلال بيارات وبنعمل أنفاء تحت قناة السويس بس الأنفاء دي لعبره المياه بتعبر من الغرب للشرق مية النيل بتعبر شرقا عشان نزود يعني قناة السويس تحت سحارة اللي هي النفق ده يعجي المية الحلوة المية تحت النيل علشان تزرعوا بيها شروع ضخم جدا يا فندم احنا افتتحنا المرحلة الأولى منه وهي اللي مواصلانا مياه الجزء المنزرع الحالي على أرض المحافظة في الشرق في سينة بتتكلف عدود أربعين ألف فدان خلال شهور حنفتتح المرحلة التانية ودي حتكمل لنا المستهدف من المية ألف فدان بس انتو فعلين يا فندم استصلحتوا كده أربعين ألف احنا عندنا أرض منزرعة أربعين ألف فدان كانوا منزرعين دول أصل المزرعين دول المزرعين ودبرنا لهم ميتهم من خلال المرحلة الأولى اه يعني كانت في مشكلة في المية ليهم اه المية دي كانت لازم تعدي عشان الأرض تستمر في إنتاجها وزراعتها وده الحمد لله المية وصلت وبقت مية الأرض المنزرعة موجودة دلوقتي وكافية فنقدر نكمل بعين اه وإحنا نكملين المرحلة التانية هتدينا الوفرة اللي احنا بنتكلم عليها في إضافة مزيد من الاستصلاح الأراضي والأرض المنزرعة الجديدة ده عندينا مشكلة خطيرة جدا في الإسماعيلية مشكلة بائية كان عندنا مصرف السمو مصرف المحسمة ودا مصرف المصلك اللي بيعبر تقريبا بهيمر من جوا المحافظة بالكامل كان بيلقي بالنياه الصرف الرأي بتاحته في بحيرة التمساح اللي هي تقريبا الرئة بتاع مدينة الإسماعيلية بحيرة التمساح lö polyester تجزلتي المحافظة اللي هي البحيرة اللي احنا بنتضع عليها كمحافظة إسماعيل وعليها ابن الارشاد وعليها الفنادق وعليها الكلام. كان في جنبها بحيرة اسمها بحيرة الصيدين متواصلين البحيرتين ببعض. كانت المية بتاعة المصرف ده بتلقى في هزا المضاعف. كان بتاعني يحملين تلويس ايه على مدار سموات. والسمك كمان اللي في. اه والسمك كمان ما بيبقاش موجود. وكمان اللي استثمار السياح. لما لأكم بنا في الدرج قالا كرميه على الشعب. وصرف الصحي تريب علينا فعلا. صرف الصحي كرميه على الشعب. اه اه وتم دراسة المشروع. وتقرر ان احنا ننهي قصة هزا المصرف. ونعمله صحارة ثالثة. اه تعبر بهزي المياه. يعني بتتكلم يا فندم. على مليون ومئتين وخمسين الف متر مكعب يومي. بيولقى في البحيرت. طب كان مشروع معالجة مية الصرف الصحي. يعني بدل ما يبقى كده انا. هو اولا صرف راي. اه صرف راي. بس طبعا واخد مياه صرف صحي معالجة. اللي اتكون فيه خلطة يا كتير. لان هو ده المكان بتاع القائل اه مخلفات محطات الصرف. اه. فكل ده ان شاء الله هيعبر شرقا وحتتلقاه محطة معالجة زي ما اه لبنا هنم بتقول. حتتلقاه محطة معالجة. هتعمل حالة اه 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 تحديل وتنقية وفلطرة هذه المياه. اه. لتكون صالحة للزراعة. هذه المياه اللي هي تقدر بمليون متر مكعب تصل الى مليون ومتين ومتين الف يومي. في اليوم. اه. اه اه هتبقى كافية لزراعي. ده هتين لاربعين الف فدان اضافي. اه. ويبقى احنا عملنا حاجتين. ضربنا زي ما بيقولوا عصفرين بحاجة. اه. ان احنا انهينا مشكلة بيئية تماما وعادة للاسماعيلية اه واجهها القديم المشرق. اه البحيرة دي رئة بالنسبة للسياحة والتنمية والصيد زي ما سادق بتقولي. اه. كل معالمنا الخاصة اللي احنا بنعتز بيها وتطلع لهذه البحيرة فهنوعدها لارونقة. وبالتالي الحاجة التانية ان هذا الهدر الغر منطقي لمياه بهذا الحجم حيبدأ الاستفادة بيها بعد اه. اه. حمالية المعالجة اللي حتم لصالح اضافة مزيد من المياه اه من الاراضي اللي 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 بتستصلح ومتجهز. سؤال برضو متعلق بالاراضي. اه احنا طرحناها لسه لل يعني التملك او للبيع ايجار او ماء الاخر للشباب او كده ولا لسه? اه احنا عندنا التجربة. اه. الاسماعيلية بدأناها ونفزناها فعلا هي قرية الامل اه اه اللي تم انشاءها شرق القناة. قرية دي عبارة عن 2500 فدان اه اتوزعوا على 500 منتفع. كل منتفع اه تحصل على خمس افدينة. اه. وتعملت له قرية سكنية. اه اه تحصل فيها على منزل ريفي. اه قرية الامل. هي دي يا فندم. اه. هي دي. هي دي القرية السكنية. اه. وده المنزل الريفي اللي موجود في القرية. ويمكن اللي موجود في. يعني يتملك بيت وياخد خمس فددين. ياخد بيت. اه. وياخد خمس فددين ارض. اه. اه. بحيس يبقى بيته جنب غيته زي ما بيقول. اه. القرية دي اعبارة زي كوباوند زي ما ساتك بتقول. اه. مكتملة الخدمات بالكامل. اه. 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 ده تخطيط التخطيط بتاعت قرية الامل على طريق الشط مباشرة الموازي القناة السويس. اه. بنتكلم على اه اه اه. كل الخدمات بقى. نقطة شرطة. وحدة صحية. اه. مدرسة. اه. مناطق اه. ملاعب مفتوحة. احنا بنقول يا فندم ان هذا الموضوع محقق وموجود الان على ارض سينة في الاسماعيلية. اه. لو راح نصورنا هنلاقي بشر. اه. وانا يا فندم. وبشر موجودين. لا واولاد في المدرسة. اه. 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 مدرسة تعليمه اساسي. اولادهم موجودة. واه اطقم طبية. من انبع من اهل اسماعيلية ولا. اه. خمسين في المائة منهم من اهل اسماعيلية. اه. وخمسين في المائة جبناهم من محافظات داخل اه دلتا. من تحديدا من الده اهلية. كده برضو امل محافظات. سيد محافظين الغربية والدهالية عملوا القرع بتاعتهم مختاروا المنتفئين. وهما شرفونا. وبقوا دلوقتي من ابناء الاسماعيلية. وانتخلوا للاقامة الكاملة عن المدرسة. اه. يجاور هزي القرية مشروع اه. يعتبر مكمل لهذا المشروع. وهو مشروع صوبة زراعية. سيد الرئيش شرفني بافتتاحه. لما كان بافتتح الصوبة الزراعية. اه. شميلة. عبارة عن 514 صوبة زراعية. وتمانية وستين ما يسمى البيت صوبة. يعني هي صوبة كبيرة. قد الصوبة الواحدة تبقى قد سبع صوبة من العادية. اه. اه. تم عادة تأهلة. جزء من هزي الصوبة حوالي 150 صوبة. منتجها حاليا بينزل الاسواع عندنا. بتساعدهم في التسويق وكده. اه طبعا يا فاند ما انا بقول لساتك منتجهم. منتجهم. اه. له مكانه في منافذ المحافظة. اه. يعني بياخدوا منتجهم. طب التصدير. اه 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 احنا لسه موصلناش لمرحلة التصدير. لكن احنا عندنا شركات تصدير في المحافظة. بس ايساك المحافظة. انت اخف يا فاند اكمل بس حيط التصدير. انت عارفة ان الاسماعيلية هي اه اه واخدى المرتبة الاولى في عملية تصدير الفواكه والخضروات على نسبة اه 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 الدولة. احنا مصدرين. والمانجة الاسماعلاوي. حوالي 495 مليون دولار. اه. في العشر شهور الاخيرة. بكام يا فاند انت. 495 مليون دولار. حوالي نص مليار اه دولار. اه تصدير مباشر من ارض الاسماعيلية مباشرة. احنا عندنا حالة اه اقبال على المنتج الاسماعلاوي. اه. في هذا الموضوع. انه ذيكت جودة الارض و و و وحسن الزراعة وعدم اه استخدام اي ملوسات او خلافه. فالاقبال وخصوصا الجانب الاوروبي. مقبل جدا على المانجة الاسماعلاوي وعلى الفراولة وعلى القدار الاسماعلاوي. اه هذا بيشجعنا تماما على ان احنا مزيد من مشروعات التعبئة والتغليف والتصدير والتعامل مع المنتج الزراعي. ده احد الجوانب اللي احنا مهتمين بيها بقى تقبلوا المشاط الاساسي في الاسماعلاوي. طبع في انه هو ايه اهم يعني الصوبة خلتكم تعملوا ايه مكنتش بتعرفوا قبل كده. لا الصوبة فيها اكتر من ميزة. اولا هي اقل وسيلة في استهلاك المياه. اه. لانها بتسالك المياه بمقننات اه محسوبة علميا. اه. اه. كمان كسيفة الانتاج. اه. الحاجة التانية كمان ان هي بتنتج منتج ممكن يبقى اه 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 في توقيتات مهوش موجود في السوق اوي. اه. لان انا اقدر اسيطر على المنتج وطلقه في التوقيت اللي انا عايزه. نتيجة ان السوبة بتجاهي. هي اللي بتجاهز المناق الخاص بنوع الزراعة اللي موجود فيها. اه. 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 روح مقفل الصوبة. اه. وعمل حالة تدفئة خفيفة. اه تديني الجو. اه. يضحك على زرح. اه. يطلح ليه بس. بيطلب. اه. 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 وبعدين كل المنتج دا بيطلع من مساحات. اه. والانتاجية تبقى اكبر. اه. انتاجية اكبر. على مساحات اقل بالسيلات مياه. يعني انتاجية بتعادل بس عن عدد كبير من. اه بس هي اه ليه خصوصية ان اللي يتعامل معاهم يبقى فاهم كويس قوي. ازاي بيعرف يا. لازم يكون في موانسين زراعيين كويفين. اه اه. مش هتسبع وتطلع لوحدها. اشراف مؤهل في الموضوع. تمام. ساتة المحافظة تطلع فصل سريع وبعد الفصل نتكمل بقاء انا مع حدك واحدة سعادة بكل اخبار بك يا ساتة مدينة. انا معنا ايه صور اللي اللي بيحصل عرض الواقع واحنا مش هستيف ساتة المحافظة احنا مروح نصور هناك مع الناس. عشان ايه. رئيس السمك مادئة ايه. مانجة. اتنين قريبين وبعد قرية الامل والمزاق والزراعة السمكة على مسافة كينو ومتراتنوا معنا. احنا كنا. فيا ريت تشارفونا بزيارة. ان شاء الله شارفشين. بعد فصل نجعني كما ندخشنا مع السادة الواقع يا سين طاهد محافظة اسماليا. احنا رجعنا مرة تانية ومعنا سادة الواق اه يسين طاهر محافظة اسماليا بس انا لايه عتاب شخصي عنه. ان هو انا لابس اخضر اهو. والاستاذ اللي ابني لابس اخضر. كل اخضر. واحنا كنا متوقعين ان هو ليه اسماليا رمز الخضار. احنا بس له اخضر عشان هو اسماليا ابتسم انت باسماليا. والخضرة والجمال والوجه والمية والوجه الحسن. وقف جئت من هو مش جايب. لا بس ازرق المية برضا. وانا مش تغيش بحضرة. احنا بحضرتك بحضرتك. احنا بحضرتك في تجربة جيدة في التعامل مع العشوائيات. ايه. انا مش عايزة اقول تفاصيل. بس انا عايزة حراكة عملتها بزبط. هو كان من ضمن المواقف اللي انا منزلت الاسماليا. اه. لقيتها قضية موجودة في الاسماليا. كانت عندنا مجموعة عمرات. اه. في منطقة من مناطق الاسماليا. اه. المنطقة دي كان فيها مجموعة عمرات. فيها بعض التداعيات. اه. اه. المؤثرة جدا. واللي بالتقرير الهندسي قال انه ممكن تمثل خطورة. اه. على سكننا. التقرير الهندسي حدد لنا بالضبط. اه. انهما سبع عمرات. اه. بالقوة الجبرية تم اخلاق هذين العمرات للحفاظ على حياتهم. من. الجبرية يعني كان فيه ناس مش عزمش. اه. طبعا اضطرنا ان ماشي الناس من دوق الامرات خوفا من انه ممكن يحصل معهم عاجة. اه. مئة واربعين اسرة. طب اه. ما جبناش الراجل صاحب الامرات. والمقاول اللي عامل الامرات دي من افاه. وشعل الاف وسط الشرع ليه. اه. اه. انا والله مجموك. انا مجموك. انا مجموك. انا صغير احنا محتاجين كده. هو ما 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 كانش كده. اه. هم اصحاب اه. هم نفسهم اصحاب العمرات لان دائس كان تعاوني. اه. والعمرات دي بقى لها اكتر من اه. عد عليها وقت طويل. اه. 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 انا عايز اقول بقى البرجين دول قصتهم ايه. ايه. احنا عشان بحام المشكلة. اه. خدنا قرض من وزارة المالية. اه. في التوقيت ده كان اه. اربعة وثمانين مليون. اه. التكلفة الفعلية وصلت لحوالي تسعين مليون. لان احنا انشأنا البرجين دول بالتعاون مع الهالة لانتال قوات مسلحة. اه. 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 احنا عملنا حاجة. عملنا البرجين دول يا فقدم. اه. 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 اخصصت فيهم مية واربعين شقة لأفحاب العمرات اللي تم ازالتها. اه. اه. وديناهم مفتاحهم وقودهم. وما تبقى من من البرجين من وحدات سكنية. ومنطقة مولاة. ومحلات تجارية. واه. واحنا بيعنا جزء فعلا بالمزاد اه علني. وعندنا مزيد ومزيد من هزيل وحدات حتنزل في مزادات مختلفة. التقدرات والخبرة قالوا ان ان شاء الله مش اقل من ان احنا نغطي تكلفة البرجين دول. اه. ونرجع لوزارة المالية المبلغ كامل اللي هو كان قمط القرب بالكامل. اه. وبالتالي. اه. احنا عوضنا هؤلاء. وحدة سكنية بديلة وحدتهم من سكنية. ما دفعش حاجة. اه. اه. والجزء والاخر ان ان هزيل الفلوس ما بقتش من ميزانية الدولة. عادت الى الدولة مرة اخرى من خلال تسويق وترويج هزيل الاوراق. هو كل الموضوع الرؤية في ايه? ان احنا انتجنا منتج يصلح. ان يسكن فيه انسان اه 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 اه. كريم. كريم. سكت كريم. سكت كريم. لا. اه. ده انا خيارتهم خدوا هم الشواء اللي هم عايزينها. والمتبخي لان الشواء كلها زي بعض. هي الفكرة دي فكرة مي? اه. الفكرة ايه? الفكرة. الفكرة دي. اه. جات ازاي يا ايه. جات من المحافظة. القائمة على الموضوع ومن المحافظة. اه. المحافظة ومن التخطيط العمراني ومن اللجنة اللي شكلناها. اه. واحنا بنتعاون مع جامعة خانات السويس. اه فكرة ايه. اه. فكلهم اه طلعت من منهم. يعني سات المحافظة. عشان انا افهم تاني والمشاهدين يقاركتزون مالة فالموضوع. عليك بتقول السبع عمرات كتوها على الناس اللي لاسكين فيها. اه. ازيلوا. ازيلوا. الله عبر. وازيلوا جناهم على ال اه. وروحنا مكانهم. وروحنا من المكانهم البرجين. البرجين. التقريب من البرجين اتبانوا مكان صعب. عدوا في منافس المكان. اه. ارجعوا بقى انتوا خدوا انتوا الشواء انتوا عايزين. اه. 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 اهم بقى بنينا المورجين وحققنا ما تم الاتفاق عليه مع المواطنين يبقى دي مصداقية جبناهم عملنا لهم قرعة واخترنا لهم الشواء كريمة لطيفة لاي فندد السلحة افضلهم ونقلوا حاجتهم موسيقون وباقي المورجين بنسوق فيهم دلوقتي وان شاء الله يمكن مرطي وليزيك مولات ومحلات درجات كل حاجة فاتغل تكلفتها عربا حركت مرة جاية لو حصل نحرك قلت الناس تانية سيبول عشوائيات بتاعتكم وحنعلم بحبوزك كل صدق اولها كانوا كمان عندهم ثقة في المنافس دي ان هم شايفين ان الهائل انساء القطم سلحية القائمة على الموضوع بس في الاول ما كانش فيه ثقة ولا يحزنون يعني كان بالقوة الجبرية وبالعافية وكانوا خايفين الانين رغم انهم يعلموا ان هو كان الموضوع مهدد لحياته ما فيه ناس بيقوله كان هكتب تعهد على نفسي ان انا بضل موجود بس يسيبني في مكاني فانا وعدنا ان احنا حنعمله الاجراءة ده والحمد لله يا زي التجربة انا بعتز بها جدا عامل حالة من الرضا العالي جدا مش على قد ال 140 اسرة على قد الجو العنف ومواطنين اسماعيلية لان هي احد الموضوعات اللي زي انا بتقول مادام لبناء ان الموضوع فيه اه رسالة ثقة اه ان المسؤول بيقول وينفذ انا مواطنيها مش الدولة في الصباح مواطنيها عشان انت صادق ان خبنا جزء من المواطنين المية واربعين مقابل فروق مساحات يعني عملنا ايه حضرتك بعضهم اختار شوية اه اكبر من مساحته انت عايزها اه طب انا المفروض كنت بيها الفرق اللي هو بتاع المساحة بتاعتك برا لو انت عايزه خده فدفع فرق لكن اللي خد مساحة قد المساحة اللي سلمها مدفعش ولا نفعه طب فيه برضو عشان الوقت وفيه حاجة مهمة قوي حصلت على الارض اسماعيلية وانه يتم اعلانها اول محافزة الكترونية ايه صحيح اه ما يتكنت الخدمات الحكومية اه اه اذا حصل ازاي بقولنا التفاصيل يا فاني هقول لساتك يعني اولا ما يتكنت المفروض اه اه يعني ايه ما يتكنة دي اه ما انا هقول لساتك هو ده مشروع قواني اه ولو ساتك تفتكر معايا سات الرئيس اعلنه في احد اه الالتزامات الرئيسية كان مؤتمر عام خاص بوزارة الاتصالات والرؤية اه المستقبلية والاعداد لما يسمى بالعاصمة الادارية وخلافه ان احنا لازم يبقى متجهزين للتعامل مع مطالب ومتطلبات المواطنين بشكل عصري عشان اصبع احنا ويقل الاعتكامل بين المواطن والموظف ما بقاش فيه فساد وابقاش فيه افتحم الدرج والشاي بزبط فرمك كده بزبط كده بزبط كده فبدأ يصدر التوجيه بان يتم تطوير المحافظات وتؤهل للتعامل مع هذا الشكل من المشروع احنا بدرنا بالتعاون مع وزارة التخطيط دون الاجهزة دربونا القائمون على المشروع عملنا اعادة تأهيل لعدد عشرة مراكز خدمة مواطنين بيصمع مراكز تكنولوجية كل الوحدات المحلية مزودة بالمركز التكنولوجي والدوان العامل المحافظة جواه المركز التكنولوجي الخاص بيه المركز تكنولوجي عباره عن ايه؟ مكان ملائق جدا باستقبال المواطنين احنا شاهدين اروا الشاشات اه معد اعداد جايزة من الساتف الشاير اه شبابين كفندم موجود فيها شباب بس هو فاضي ليه فندم يعني احنا مستوى نعم فندم؟ فين المواطنين يعني انا اه شايفك موظفين بس اه انا بنعمل اه لا ده 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 صور افتتاح لك المواطنين موجودين اه وحالة رضا غير عادية في ستوب التعامل بس اكيد موضوع الماكنة ده بيسرع الاداء برضو طبعا يعني ما باخدش وقت بقى في الانتظار طبق اشار يا دكتور مواطنين غير اللهمية احد اسباب اه قصة الفساد اللي موجود في المحليات هو عملية اه 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 تفايع قلده بالمواطن والموصف اه طبعا وحاولي اقناع ان هو بيعمل له حل بخارج السياق طب هما راح يعني الموظفين دول هال يعني او شایقول بس ادبا الاستغناء عانو بس اه اها ما يشوفهم ايه ايه ادارات الخلفية اه الادارات الخلفية دي هي الموظفين اللي سأت بتسئل عليهم هما دول هما هما اتضربوا يعني الأول أنا عندي المراكز هي عبارة عن شبابين معدة بشباب متفاهم وهمتو كويس أو بيتلقى المواطن ويعرف طلبه وبنانع الطلب بيبدأ يتعامل معاه ويجهز له ويدي له ما يفيد أنه أستلم منه هذا الطلب إذا كان الطلب يستحق أنه هو يستجاب له فوراً فبينتظر لغاية ما يجيب له الرد من جوه ويدغوله إذا كان الموضوع عبارة عن أنه يتلقى موعد معينة أو خلافه بيجيب له المعاد ويدي له ورقة بتحدد فيها المعاد إذا كان موضوع له العديد من الإجراءات فبيقول له حضرتك أنا معايا ديانتك مطلوب منك كذا وكذا هنتابع مع بعض وإنسانتك هتتابعني بالموبايل على الأرقام دي أنه إحنا هنقولك أنت طلبك فأني مرحلة من دول دي قصة الميكانة جاءت ساتة وزيرة زودتنا بالأجهزة ودربوا الـ 285 أنا باعتبرهم شباب أبطال واخدين الموضوع بإيمان عالي جدا عمليلي حلم الارتاحية الشديدة في التعليم عن مواطن إسماع اللاوي أنا مواطن إسماع اللاوي هو إيه نوع الخدمات اللي ممكن أن أتلقاها عن طريق الحكومة الإلكترونية دي شوف فأني كل طلبات المواطن اللي بيطلبها من الإدارة المحلية إحنا بنصل في عملية تحديث البيانات اللي موجودة على الأجهزة دلوقتي إن إحنا ممكن نحقق حتى 150 كدنة أقولك أنواع يعني مثلا كل أنواع الترخيص سواء ترخيص مباني أو ترخيص محلات أو خلافة كل أنواع تقنين الأوضاع كل ما طالب الخاصة بالحصول على صور من وسائق كل ما هو طلب خاص بشكاوى خاصة بالمرافق أو بإدخال المرافق كل ما هو طلبات خاصة بالتعامل مع الإدارات الهندسية أو التقطيط العمراني أو الشهون القانونية كل دي فنم إدارات معمول لها برامج والبرامج مزدت على الكمبيوتر وأعدت إعداد جيد جدا ليتم التعامل مع المواطن من خلال شباك المواطن لا بيخش جوه الدوان يتعامل مع إدارات بشكل مماشر ولا ليه علاقة باللي أنا سميتهم الإدارات الخلفية أنا بعد ما باخد الطلب ده برجع وراء فيه قاعة فيها ممثلين الإدارات المعنيهم بمناقشة هذه الطلبات فإحنا بنتكلم على أن ده شكل إن شاء الله مزيد من المحافظات قادمة في الطريق بيعمل نفس الفكرة وعندما تعمم هذه الفكرة هيبقى الموقف اختلف كتير في التعامل مع المواطنين في المحافظات المختلفة كلمنا كمان سيدة المحافظة عن المنازل الريفية اللي تنفذتها لهيئة الهندسية وقاتل المسلحة حكيت إيه فكرتها ورحت لمن هو في بعض أماكن الثقافة بتاعتهم بيبقى طبيعة السكن بالنسبة لهم ما يتناسبش معهم السكن اللي هو الإسكان الاجتماعي العمرات وتعدادة الأدوار وخلافها فعملنا بالمنازل الريفية واللي تعمل منها شرقا في الأنطار الشرق سمناها المنازل البدوية عشان يبقى بس التصميم بقى مختلف؟ نفس التصميم؟ تقريبا نواخد فكرة واحدة لأن المنزل ده في الخلفية بتاعته حوش بقيت المساحة عبارة عن مساحة فراغ عايزة تربي فرختين عايزة تعمل مكان هو نفس البيت هو المنزل زي بيت فيلة صغيرة فيها القطين والصالة والحمام والمطبخ وشرفة مطلة ثم باب داخلي بيفتح على الفناء الخلفي لكل منزل منزل يعني هو بيت ريفي بس منظم هو بيت ريفي منظم ورائع وكان عليه قبل غير عادي مساحة كويسة؟ مساحة 220 متر لأن هي مساحة رائعة طبعا لأن احنا بنتكلم على المكان المبني بالحش بتاعه بديصل 220 متر معايش أنا آسف هقوله المثال غريب جدا الصهينا والد الذين لما جومي عايزيني عمره فلسطين وانتشر فيه عاملوا فكة الكبوتس اللي هي المجمع المصطوط دماء هو كان يعمل كده يجي يقولك أنا هروح مجمع 50-60 مرغوبة جيدة تيرمي معا مساحة كبيرة انتشهدوا كده زي الجرات في الفناء دي فاندم تنفع للي عنده مساحات يعني اللي عنده وفرة وانا عندي وفرة عند زهير صحراو وعند أرض وعادينا عمرو ولذلك احنا عملنا قرية الأمل كده المنازل اللي موجودة جواه قرية نفس النموذج ده فتجربة نكحة جدا وسعوداء بيها المنتفعين اللي موجودين دلوقتي عندي ربمائة منتفع من القمسمية حاليا بيسكونوا هزي القرية ومسلمين ما سكينهم فبدأنا نكرر التجربة في قرية البيضية وقرية أخرى في الأنطارة غرب وحاليا في جلبانة في الأنطارة شرق عاملين خمسين زي يوم على وشك ان احنا نسلمهم بنفس الطريقة إن شاء الله دي أحد الرؤى الجديدة في أسلوب التعامل مع بعض الثقافات المختلفة عملية السكن احنا نسينا نسأل حضرتك حاجة مهمة معينة مهمة جدا هل لنا اللجوم من العريش علشان يعيشوا في الإسماعيلية فترة موقعات ايه الأخبار على دماغنا مفوق فأنا الموجودين لا متأكد لا لا موجودين يا أهل كرب بس يعني هتطبل عليكم هو أنا أسأل للسانع حاجة آآ آآ واللازم مرجع الفضل بصحب أنا لما القضية دي اتعملت احنا فتحنا أماكن زي استضافة آآ آآ نوزق الشباب آآ وبعض الأماكن المتاحة لدينا وسكننا الناس وكانوا فعداء جدا بالضيافة اللي موجودة دي آآ آآ جالي توجيب الساعة الرئيس بشكل مباشر آآ ما يستقمش ان ولادنا وأهالينا يفضلوا بهذا الشكل المؤقت آآ على مدار فترات طويلة آآ فدوروا على حل الناس دي تتتواجد في حاجة تديهم نوع من أنواع الاستقرار آآ فاحنا كان عندنا اسكان اجتماعي آآ ضبرنا خمس عمرات للمية وعشرين أسرة آآ وبالتعاون مع دكتورة غادة والي آآ فرشت لنا المية وعشرين شقة فرش كامل يا فضل بقى جهزته كوربائية بفرش الكامل آآ نقلنا كل الأسر اللي موجودة في حرفتنا آآ آآ في بيوت بيوت الضيافة السابتة ديت كل واحد خد شقة شقة وتواجد فيها بأسرته آآ الأولاد سكناهم في مدارسهم وحاليا هم معانف من المدارس آآ نتحنوا الترمي اللي فاتوا الترمي الحالي آآ بعض الموظفين آآ بالتنسيق مع ساد اللي هو سيد محافظة شمال سيناء عملنا آآ آآ وكانت مشكلة الحكومة ننقل آآ أو نندخل قطاع خاص آآ جبنا لهم انتدابات وجبناه بعض المشاكل الموجودة بالجامعات آآ آآ عملنا آآ حالة آآ من حالات المرونة مع جامعة قناة السويس وجامعة سيناء آآ آآ حالينا مشاكلهم والحمد الله هم مستقرين وموجودين معنا وإن كان ورغم كل هذا أما بنروح نزورهم ونتواجد معهم هم لازالوا بيتمنوا العودة للعريش بإذن الله وإحنا بنقول لهم بترجعوا وإحنا معاقل بإذن الله ونحتفل برجوهم آآ بإذن الله إيه حكاية المدرسة المتفوقين دي فن نعم بفنن دي مدرسة المصرية اليابانية دي المدرسة اليابانية اللي هدا حصل مش دي المدرسة اليابانية اللي قال عنها قيد التنفيذ الواتي بس كمباني آآ على مستوى الدولة المدرسة بتاعتنا جاهزة بفرشها كامل آآ دي مقرر تستوعب كم طالب دي آآ بتسعة آآ طلنتاشر آآ فاصل إحنا بنبدأ بأول عشر فصول اللي هو عبارة عن المرحلة الأولى من كيجي وان وكيجي تو وأولى وتانية ابتدائي آآ وتالتة كمان آآ وبعد كده ينتقلوا آآ وناخد غيرهم آآ آآ المدرسة دي هتبقى ابتدائي وتكمل لتالت فصول إعدادية ثانية واحدة فانه طب هو علا شاني واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة وبعدها هنتقلوا تقرح فانه الواح كانت لمتنظر الله الآن لا يبيني لازم يكملéricاني انا بعتذر عن التعبير لو كدا اه يعني احنا اسمناها سانوات نقل هي اسمها نقل دعيه بيتنيل يعني بيطلع من تاني روح تالتة ومن تالتة يروح رابع احنا بناخد اول جزء من اللي عامد من المحلة البتدائية ولما يتشعرضوا احنا بس يا ستاة المحافظة عايزين طب انه هما يفضلوا ياباني ويعني واسات رئيس ارجع الفكرة لغاية ما كل كل نكون مؤهلين كمان في اختيار المدرسين والمناهج وكل يا ستاة المحافظ حداك شرفتنا ونورتنا وديتنا طاقة امل كده بالمشروعات والشغل الرائع اللي بيحصل في الاسم عليها نعم تمام ان احنا نكون قادرنا نوصل جزء من اللي بيحصل عليها بس انا عايزة اقول ان احنا بنضيف كمان واسات رئيس شرفنا في اخر زيارة بافتتاح منتجع سياحي على الارض الاسماعيلية وهو خلا ستاة سموه الامير محمد بن سلمان هو اللي يقوم بداول الافتتاح ده شكل جديد من النشاط احنا بنتمنى ان احنا نضيفه للاسماعيلية لنشاط السياحي احنا بنضيف هذا الموضوع ان شاء الله بنضع كل مواطنين مصر يزورونا احنا ليجي ان شاء الله ونصور الكلام ده على الارض ويكون في لقاءات دورية علشان نشوف الجديد والشغل اللي بيحصل ان شاء الله شكرا جزيلا لحداك يا فعندوق انا سعيدا فعندوق شكراك يا دكتور معتز جزيلا انا يخليكي اشكرك ومشكل لحضراتكم شكرا جزيلا شافكم بكرة على كل خير ان شاء الله اشتركوا في القناة